اهلا بكم هنعمل مع بعض القراءة النهاردة القراءة دي طبعا احنا بنعملها كل يوم وبنشوف رسائل الملايكة ليك ايه لكن كتير من الناس طلبوا ان احنا نبدلها ونخليها رسائلة من الحبيب فاكتبوا لنا في التعليقات انتو حبين ايه واكيد هناخد رأيه الاغلبية انا حبيت ان انا انفذ طلبكم النهاردة ونعملها مع ستجي من الحبيب لكن اكتبوا لي في التعليقات ان القراءة اليومية تحبوها عن رسالة من الحبيب ولا رسالة من الملايكة في اكتر من option يعني ممكن مثلا نعمل رسالة الملايكة او رسالة الحبيب او يوم رسالة من الملايكة ويوم رسالة من الحبيب فقدامنا 3 option نقدر ان احنا نختار منهم اكتبوا في التعليقات تحبوا اي option فيهم طبعا دي قراءة اساسية بتنزل كل يوم وثبتة من المفترض ان ينزل قراءة تانية مش شرط انها تنزل كل يوم يعني لكن القراءة دي بتكون ثبتة معنا يوميا يعني سواء رسالة للملايكة او رسالة للحبيب يعني القراءة اللي انتو هتختروها دي هتنزل بشكل ثابت يوميا بغض النظر عن القراءات المتنوعة اللي ممكن تنزل اي وقت على القناة يعني ما لهاش علاقة فاني وي اكتبوا لنا في التعليقات تحبو نعمل عن ايه فهنعمل مع بعض النهاردة مسج من الحبيب ليك المسج دي هتكون رسالة لك النهاردة مش رسالة لك في المجمل يعني هنشوفه وعايز يقول لك النهاردة بغض النظر عن طبيعة علاقتكم فخلينا نبتدي قراءة حالا ونشوف اشتركوا في القناة تمام احنا هيكون معانا ثلاثة اختيارات في احجار جديدة انا جبتها مبارح بدل اللي تكسروا او الحجر معانا الحجر الاسود ما كانش عندنا حجر اسود فده الحجر الاسود تاني مجموعة الحجر الاخضر مع ان انا عندي احجر خضرة كتير بس معرفش ايه اللي خلاني اجيب اخضر تاني يعني بس اعجبني فتاني اختيار هيكون الحجر الاخضر اوكي اه تالت اختيار معانا هيكون الحجر الابيض فانتو اختاروا بقى بالطريقة اللي تعجبكم ممكن حتى تختاروا بالحروف هتكون طبعا حروف الشخص اللي في بالكم فاتقدروا ان انتو تختاروا مجموعة او اكتر زي ما تحبوا يعني حاسب لكم مقتل الاختيار وهي هنبدأ حالا ان شاء الله اوكي خلينا نبتدي باول اختيار انها استرل اختارة الحجر الاسود اوكي اوكي بالضبط يعني هو ده رفض والده يعني اوكي فده رفض والده والدتك بقى والدته وعلى الاغلب والدته بص اقول لك على حاجة لو في مشاكل ما بينك وما بين الشخص ده فغالبا يعني هما اهلوا رفضين علاقتكم وهو مش عايز يقول لك او ممكن يكون قال لك وبعدين بيقول لك يعني انه انا حليت الموضوع ده والكلام ده كله بس في الواقع هو الموضوع ما تحلش فسواء يعني انت عندك علم انه في رفض اهل وهو قال لك الموضوع ده تحل فالموضوع ده ما تحلش لو انت ما عندكش فكرة عن الموضوع ده خالص ففي رفض اهل في العلاقة دي من طرف الشخص ده وهو مخبي عليك حاجة زي ذي يعني فانت غالبا مش عارف تتصرف ازاي فالملايكة بتقول لك يعني حاول تعمل وتستخير وربنا هيرشدك يعني الملايكة بتقول لك في الموقف ده احنا مش هنقدر نساعدك ومش هنقدر نقول لك تعمل ايه بالظبط المفروض انه انت صاحب قرارك محتاج ان انت تبزي المجهود والرد هيجيلك على طول يعني خصوصا لو كان مثلا الشخص ده تكذب عليك وقال لك انه يعني الامور تمام لكن في الواقع والواضح من خلال الكروت ان هي مش تمام خالص على كل حال يعني هو هيحاول يبزي المجهود لكن من الواضح ان رفض الاهل ده رفض قطعي ولا يرجع تنفيه واحتمال انه يلاقي حل ده صعب شوية يعني الموضوع نوعا ما فيه عنده خصوصا كمان انه انا ظاهر قدامي برج الدلو يعني مفيش اي ابراج تاني طبعا ممكن تكون ابراج هوائية جوزاء او ميزان برضو ولكن مش شرط خالص تكون ابراج هوائية ومش شرط الابرج دي ولكن يعني دي الطاقة اللي ظهرت معنا للتأكيد فبرج الدلو برضو من الاب راجل عنيدة جدا يعني فالموقف فيه عند ممكن تكون حتى والدة الشخص ده هي برج دلو يعني بتتصرف معه بنوع من العناد والسيطرة والتسلط فصعب جدا يعني الموضوع ده فالمسجل ليك انه فيه رفض اهل علاقتكم العاطفية متأثرة به وانه الموضوع ده صعب انه يتحل وانت محتاج تفكر وتعمل وتعيد النظر في الموضوع ده يعني فحاول تعمل كده ده كان بالنسبة لكم اول اختيار الناس اللي اختارت الحجر الاسود فاريت لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش علينا بلايك ويشاركوا الفيديو مع اصدقائكم وخلينا نروح بعد كده لتاني اختيار الناس اللي اختارت الحجر الاخضر خلينا نشوف not the right time past life relationship اوكي وممكن يكون يا اما ذا كراش او شخص انت منتصل عنه او ايا كان يعني انت منتظر ان الشخص ده ياخد خطوة تجاهك سواء خطوة للامام في العلاقة لو انتو مرتبطين او حتى يصلحك لو انتو منفصلين يعني بس وغالبا ممكن تكونوا منفصلين وعلاقتكم في الوقت الحالي بس علاقة تخطر والشخص ده ما بياخدش اي خطوة تجاهك وانت منتظر مثلا انه يتكلمك او انه يتواصل معاك وياخد اي خطوة تجاهك يعني وعلى الاغلب هو ما بيعملش كده ممكن لكتير منكم فعلا يعني تكون توقع مشعلة او علاقة من حياة سابقة بس انت متضايق قوي بسبب انه الشخص ده مش هيكلمك فممكن مثلا تكون دخلت القراءة علنية انه هل هيكلمني النهاردة ولا لا هل هيتواصل معايا النهاردة ولا لا فانيوي الرد على سؤالك انه لا مش هيتواصل معاك النهاردة مش معناها ان هو مش هيتواصل معاك خالص لا في فرصة ما بينكم ولكن النهاردة مش اليوم المناسب او مش الوقت المناسب يعني حتى لو انت بتفكر تتواصل مع انت برضو النهاردة مش اليوم المناسب ففكر في الموضوع ده وقت تاني لكن يعني لسه يفضل ان انتو تكملوا تخاطر في الفطرة Z افضل يعني فالشخص ده المسج بتاعته ليك انه هو بيفكر فيك وانه يعني فيما بينكم تخاطر قوي وانه يعني ناوي انه ياخد خطوة تجاهك ولكنه مش مستعد في الوقت الحالي يعني فالملايكة بتقولك انه يعني لا مش ده الوقت المناسب مش معناها انها مش ليك او الموضوع مقفل لا خالص الموضوع ايجابي وكل حاجة ولكن يعني انتظر للتبطية المناسب وتأكد كمان ان علاقتكم من حياة صدقة فيعني تأكد من حاجة زي دي في هنا طاقة برج اليوزاء وبرج العقرب ابرج مائية طبعا برضو هاكد معاكم مش شرط ومش ضروري ولكن دي الطاقة اللي ظهره معنا يعني يعني يوم تاني ان شاء الله يعني الموضوع مش سلبي ولا حاجة ولكن يعني هي نوعية وقت مش اكتر فبتمنى لكم التوفيق الناس اللي اختارت الحجر الاخضر ياريت لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش علينا بلايك شاركوا الفيديو مع اصدقائكم اكتبوا لنا تعليق جميل وخلينا نروح بعد كده لاخر اختيار الناس اللي اختارت الحجر الابيض خلينا نشوف ممكن لكثير منكم يهي اما دي علاقة كراش او علاقة انترنت الشخص ده انت معجب به جدا بس من الواضح ان انتو فيما بينكم اختلافات كتير ايا كان بقى امين فيكم اغنى من التاني بس في اختلافات مادية بالاخص ما بينك وما بين الشخص ده وانت حاثث ان الفروق المادية او الاجتماعية اللي ما بينكم دي عاقبة كبيرة جدا فان انتو يكون فيما بينكم ثقة وعلاقة مستقرة انت منجزب له وهو منجزب لك وكل حاجة وما بينكم مشاعر جنيلة لكن فكرة انه في فروقات مادية دي عاملة ازعج لكم انتو الاثنين او على الاقل الطرف منكم وعملة حاجز ما بينكم في العلاقة وانت الموضوع ده مضيقك بشكل كبير ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ورسلته ليك نفس الرسالة لو انت شايف ان الموضوع بسيط فلا الشخص ده مش شايف ان الموضوع بسيط هو شايف ان فيه ما بينكم فروقات والفروقات دي حتى لو انتو بسطولها انها موضوع بسيط ومش عائق ما بينكم دي ممكن تشكل ما بينكم مشاكل بعدين يعني اعتقد برضو ممكن لبعضكم يكون فيه ترابط ما بين المجموعة دي والمجموعة الاولى فممكن تسمعوها يعني فبصراحة الموضوع صعب يعني فيه ما بينكم عوائق وحواجز كتير والشخص ده على قد انجزابه ليك وعلى قد اهتمامه بيك بشكل كبير لكن شايف ان ممكن الفروقات اللي ما بينكم دي تعمل مشاكل كتير بعدين على الاقل بين الاهل وبعضها يعني فهو بيقولك انا بفكر في الموضوع ده وبيزعجني ولو كنت انا بعيد فانا بعيد علشان ما اجرحكش وعلشان ما سبب لكش مشاكل كتير وعلقك بيه واتعلق انا كمان بيك اكتر وفي الاخر نبقى متعلقين بحبال الهوى الدايبة وما خدناش اي خطوة لقدام فانا مش عايز تفهم بوعدي او المساحة اللي انا حاطتها مبيني وما بينك الى تهتمام بالعجز انا حاطت المساحة دي احتراما لك وعلشان ما حستش بالذنب ان انا علقتك بيه وانا مش واثق ازا كنت هنجح فان انا اخد علاقتنا خطوة لقدام ولا لا فاتمنى ان انت تفهم حاجة زي دي وتفهم ان الموضوع ده تعبني ومؤرقني بشكل كبير جدا يعني فاتمنى ان انت تفهم حاجة زي دي بصراحة مفيش هنا ابراج واضحة ولكن فيه طاقات هوائية ونارية يعني مش شرط برضو ولكن ديه الطاقات اللي ظهرها معنا فبجد ربنا يكون معاكم يعني الناس اللي اخترت المجموعة دي اكتبو لنا برضو في التعليقات الكلام ده منطبق معاكم ولا لا ومنطبق بالنسبة قد ايه وايه قصتكم بالزبط مع الشخص بعياني فده كان بالنسبة لكم تالت اختيار ياريت لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش علينا بلايك شاركوا الفيديو مع اصدقائكم اكتبو لنا تعليق جميل او اكتر لان ده بيفيد القناة بشكل كبير بشكركم طبعا كلكم على حسن المشاهدة وبتمنى لكم السعادة والحظ الموافق ما سلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا